السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا وكل باسم معي معكم الأستاذ الصفاء من قناة يتيوك باسم معنا رول مرة اجيب الفيديو لا ينسى ان تشتركوا فعلينا الجرس حب اعرفوني في قناة ثانية يتيوك معرفة في قناة ثالثة اسمه يتيوك شورت الثلاث قناوات مخصصة للتعبير وإنشاءات وغضاية إدماجية وحلول تلخي الضروس وساحة مدرسة تقرير رسائل وغيرها من محتوى القناة اه ممكن توصلوا لهي قناة عن طريق اكتب في البحث اسم القناة او ممكن تفتح هذه القناة اسفل الفيديوهات عند الفيديوهات ميزة هتجدوا باقي القناة تنسونا باللايك ومينتي القناة تعمل لنا تحفيزا لنا تقدر منك على مجهودنا المبزون اليوم بازن الله تعبير عن الافات الاجتماعية ووضعية منجية عن الافات الاجتماعية ورماط التفسيري ووظفت مؤشرات التفسير موجود في القناة انا نزلت العام الماضي تعبير عن الافات الاجتماعية واليوم نزلنا ايضا موضوع اخر ونمط تفسيري الفيديو الاخر كان بنمط تفسيري مختلط تفسير حجاج وتوجيه ولكن اليوم تفسيري فقط مؤشرات التفسير طبعا الجمع الخبرية الضمائر الأفعال المضارعة وفر التعريفات أفعال معينة والاستنتاج وكمان عندنا الروابط وغيرها من المؤشرات مقدمة أترك بياد مسافة كلمة الافات الاجتماعية هي عادات وسلوكيات سلبية وسيئة سائدة بين المجتمعات وتسبب هذه العادات عند اتباعها بشكل مستمر أضرار وخيمة ومشاكل اجتماعية ومنها التدخين والمخدرات والتشرد والرشاوي والعنف والقتل وغيرها من الافات دي كده المقدمة تعريف ليس بالضروري أن يكون التعريف دقيق ممكن يكون تعريف غير دقيق وذكرنا أنواع الأفات الاجتماعية بعض منها وليس كل الأفات بعض من الأفات العرض ستكلم عن أسباب الأفات الاجتماعية أضرار الأفات الاجتماعية حلول للقضاء والتخلص من الأفات الاجتماعية العرض أترك بياد مسافة المقدمة تنتشر الأفات الاجتماعية بشكل كبير وتسبب تغييرا كبيرا في طبع الناس تسبب تراجعه ودم تطوره وكما تسبب هذه الآفات الكثير من الفتن وتجعل من أبناء المجتمع أشخاص لا يميزون بين الخير والشر وتؤدي إلى خسائر كبيرة سواء مادية أو صحية وبالإضافة إلى فساد وهلاك وتطهور المجتمع وانتشار الفواحش والمنقرات وغيرها الكثير دي جزء كده أضرار الأفات الاجتماعية دي أضرار الأفات الاجتماعية تسبب تسبب هذه الأفات ويرجع سبب هذه الأفات كده أسباب أسباب هذه الأفات عدم وجود توعية إهمال الأبناء وشعورهم بالملل والفراخ وابتعاديهم عن القيم والمبادئ والأخلاق وأيضا الظروف المعيشية الصعبة وممكن نضيف أيضا رفقة السوء نضيفها ونلاحظ أن العديد من الأفات أصبحت ظاهرة بارزة لدى الكثير ولهذا لابد من إيجاد حلول جذرية هنا حلول التخلص من هذه الأفات عن طريق نشر التوعية وغرس القيم وتعليم الدين في النفوس وخصوصا في نفوس الشباب والعمل على وضع قوانين رداء لمن تسول له نفسه ويحاول نشر هذه الأفات في مجتمعنا وننسى توفير فرص عمل للشباب وغيرها الخاتمة هنا أطرق بها مسافة كلمة وخلاصة القول مجتمعنا يعاني من العديد من الأزمات والعليل الاجتماعية والعليل الأفات الاجتماعية التي تعق تقدمه ولكن بتكاتف الجهود والتوعية نحمي أنفسنا ونحمي مجتمعنا ونعيش في أمان وسلام نضع نقطة التعبير أو الوضعية تبدأ بويض ننتهي بنقطة إذا كانت الوضعية طويلة يمكنكم التلخيص في العرض تكتب المقدمة كمية الخاتمة كمية تلخص تلخص تلخصه في عرض الأسطر اللي أعلم تريده كم سطر نمط تفسيري تلتة ورابعة متوسط عندنا استشهادات لو تريدوا استشهاد عن الأفات الاجتماعية عندنا أي قرانية حديث شريف يمكنكم إضافة إضافتها في الشاهد وضفوه في الوضعية هو النمط التفسيري ليس بالضروري التزام باختباسات هو النمط الحجاجي اللي بنقتبس ونريد استشهاد التفسيري ليس يعني مش مهم الاختباس حديث شريف وآية قرآنية يقول رسول صلى الله عليه وسلم لا ضرر وضرار آية قرآنية بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن سورة العراف آية 33 كما تلاحظون نحن التفسير نضع خط تحت التفسير هنا ضمائر ضمير هي تعريف تعريفها تبع التفسير الأفات الاجتماعية هي عادة السلوكات سلبية ده تعريف الأفات الاجتماعية ومنها بعطي أمثلة تفسير أيضا لفع المضارعة تنتشر تسبب تسبب is عندنا هنا تسبب دراجعهم وعدم تطورهم طبعا الناس تسبب دراجعهم وعدم تطورهم عندنا أيضا وكما تجعل فعل مضارع تؤدي إضافة إلى ويرجع سبب هذه الأفات أعطاء أسباب ونلاحظ هنا ونلاحظ أفعال المعينة والاستنتاج ولهذا تفسير للتخلص التعليل ولا ننسى خلاص تلقوا التفسير معاني فعل مضارع أفعال مضارعة ولكن تمام أشكركم على حسن استماعكم لا تبخلوا عيني باللايك إذا عجبكم الفيديو يمكنكم نطلع على الفيديو الأخر موجود في القناة عن الأفاتي الاجتماعية إذا لمعجبكم الفيديو إذا تريدوا أي موضوع إن شاء الله نحاول نزللكم ولكن اكتبونا في التعليقات ونحاول بقدر إمكاننا نزللكم وفي أقرب وقت ممكن إذا كان غير موجود في القناة أراكم في الفيديوهات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر